سؤال التالي والدتي طلبت الطلاق من والدي وبعد إلحاحها طلب منها إرجاع المهر والذهب مقابل طلاقها بعد الأسبوع جاء واستلم المهر أمام شاهدين وطلقها الآن يريد إرجاعها بدون رضاها بحجة أنه لم يذكر خلعا ولا صرح بقبول العوض وكان كمد أمام شاهدين هل تصح رجعته علما بأنها الطلق الأولى يا بني سل والدك حفظه الله أن يجدد العقد على أمك إن شاء فإن المفارقة على عوض تقع بائنة بينونة صغرى سواء أوقعت بلفز الخلع أم بلفز الطلاق لا يملك الزوج عليها بعدها رجعة إلا بتجديد العقد المرأة ما بذلت المال وتنازت عن المهر إلا لكي تكون أملك بنفسها وأملك بقرارها فلا يجمع لها بين رزيئة المال وبقائها في قيد الزوجية أو سوقها كرها إلى بيت الطاع بيت الزوجية بدون رضاها والله تعالى أعلى وأعلى ترجمة نانسي قنقر